فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمشروبات الغازية وهو بيستوعب معاك تقريبا حوالي عشر علاك تقدر ان انت تنظاميه جوه التلاجة او برا التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو وهنا معينا المصفة اللي تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الفكهة او الخدار او تقدر ان انت تصفي عليها الموعين بعد ما تغسليها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخدار او الفكهة وهي بيجي معاها ادامة مميزة جدا بعدك انك تمسكي بيها الخدار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تغسلي وتصفي من خلالها الخدار اللي انت قطعتيه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تغسلي بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المية وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت هنا بقى هنشوف عندنا مصفة وفي نفس الوقت هي عبارة عن ادامة عيرية تقدر ان انت تعيري به الرز او البوكليات او تقدر ان انت تصفي من خلاله الرز او الخدار او الفكهة وغير كده كمان بيجي معاك كطع صغيرة كده بتساعدك ان انت تصفي من خلاله اي حاجة انت عايزها بكل سهولة يعني هوا بيكون لي كذا طريقة في الاستخدام زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف معانا منظم محكم الغلق وهو بيكون مصنوع من البلاستيك بيجي متوفر معاك كباية تقدر ان انت تعيري بيها الكمية اللي انت عايزها وطبعا تقدر ان انت تنظمي به السكر او الرز او مختلف البوكليات وغير كده المنظم ده بيجي شفاف يعني تقدر ان انت تشوفي الكمية اللي موجودة عندك من اي حاجة انت منظمها به بعد كده معانا منظم الاحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاحزية بطريقة مرتبة جدا وده هيتاعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع الماكرونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال الماكرونة اللي انت عاوزها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر ان انت تنظمي بيها البطاطين او اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزها تنظميها بيها وبتساعدك برضو ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في الدولاب وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي فيه مختلف انواع الزيوت او السوسات وهو بياخد معاك تقريبا نص لتر من اي نوع زيت او سوس عاوزها تنظمي بيه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الروبيت الزكي وهو عبارة عن مكنسة كهربائية زكية بتساعدك ان هي تنظف لك كل الاسطوح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة وغير كده ان هي تقدر تشيل وتنظف كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات وتقدر ان انت تتحكمي فيها من خلال الموبايل بتاعك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا آلت سرع غزل البنات واستخدامها بيبقى سهل جدا برضو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه المنازيل الورق وتقدر يتنظم عليه من فوق كده الكريمات بتاعتك والعطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي بيجي متوفر فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدفيله سائل التنظيف وبعد كده تقدر من خلالها تنظفي كل الموعين اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة من غير ما تجرح ايديكي وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممسحة تقدر ان انت تثبتي عليها اي فوتا موجودة عندك وبعد كده تقدر من خلالها ان انت تنظفي مختلف الاسطح والارضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الممسحة الجميلة دي وهي طبعا بيجي معاها الجردل الخاص بيها اللي بيساعدك ان انت تنظفيها وتعصريها من كل المياه ومن كل سوائل التنظيف اللي بتكون عليها وطبعا الممسحة دي بتكون مرينة جدا وبتساعدك ان انت تنظفي تحت السرير والكنب وبتساعدك ان انت تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كزا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون لها كزا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية بعد كده عندنا القطعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على قرورة المية عندك وهي بتساعدك انك تستخدمي المية من القرورة بكل سهولة بعد كده هنا عندنا منظم بيجي مكون من 3 ادراك تقدر ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف الادوات او اي حاجة انت عاوزة تنظميها فيه ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدأ ياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق إي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الأونلاين على صفحات الفيسبوك أو الإنستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الأونلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقول لك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الإنستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدر توصل لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدرين ان انت تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أصدقكم في رأي تللي